وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة الكرام وتحسبونه هينا كلام الناس بتعتادوا لكن في الأصل ممكن يبقى هو سبب الهلاك أو سبب النجاة لو كان فيه مخلفة الهلاك لو كان فيه اتباع يبقى إن شاء الله آخرة المسار سعادة وفرحة وسرور تعالوا نشوف هذا الذي نراه من انتشار ظاهرة الدجالين له أسباب خلي بالحضرتك إن أصل الأصول في المسألة دي الجهل جهل كثير من الناس بمسائل الشرع وهذا الباب خطير خاصة إذا كان في الطب والتداوي فأخذ الأسباب المشروعة مطلوب لا نعتمد على السبب إنما على من أمرنا بأخذه وإحنا عارفين إن الأطباء لابد لنا إن يكون عندنا هذا الاعتقاد بعد ما نتعلم كتاب الله والسنة لأن أصل الأصول في المسألة زي ما أطلق الجهل لما الناس بتجهل بيكثر الدجالين والمشعوزين والكل بيجري عليهم الأمر الثاني لكثرة هذه الظاهرة والسبب فيها الابتداع في العلاج بما لا يتوافق مع الشرع ابتداع في العلاج الكل عمال يألف ويخش في حاجات ما شاء الله خطيرة خلاص بيكثر الدجال ويكثر هؤلاء إن هم اللي بيقدروا يعيشوا في هذا البحر العكر فبزهروش إلا بهذه الطريقة والأمر الثالث ضعف الصلة بالله ضعف الصلة بالله إحنا لما نتوكل على الله ونعلم أن الله هو الذي ينفع وهو الذي يضر نعلم أن الله هو الذي يشفي العبد يتصل بربه يدعوه يناجيه يكون في صلة دائمة بالصلاة وبالسير على منهج رسول الله الظاهرة تختفي لكن جهل وابتداع وقلة صلة بالله تبارك وتعالى وضعف المسألة تبقى خطيرة لازم نقوي الصلة بالله تبارك وتعالى تتخلص من كل شيء يعني سبحان الله احنا شفنا الكلام ده للأسف الشديد في كثير من الأمور لما جلنا بعض الناس كان عندهم ضعف في الإيمان لما قوي إيمانهم أتصل بهم أقول لهم مش هتيجلنا تاني يقولك لا الحمد لله أنت بعالج نفسي بنفسي طبعا بإذن الله تبارك وتعالى ليه إيه اللي عملته قالي أخي حسيت بالقوة حين تواصلت مع الله تبارك وتعالى يبقى أنت مش محتاج وسطة إنما محتاج اللي يعلمك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ومن ضمن أسباب تفشي هذه الظاهرة وده أمر مهم جدا بحث هؤلاء المشعوزين والمعالجين عن الفلوس نفسهم يحصلوا على الأموال بسرعة وبكثرة من غير تعب ولعناء لدرجة أن الواحد فيه للأسف الشديد يكذب في مسألة العلاج عشان يوصل للمراد في واحد بيقول لي جلنا راقي ما بياخدش ولا ملين بتقوله طبعا من المللين خلصة قال لي ولا نكلة بتقوله ده نكلة قبل الملين قال لي ولا جنيه بتقوله أكيد هياخد بالدولار قال لي لا قلت لهم ما العمل إيه قال لك بعد ما خلص الرقيا قال لي إنه بس أنا عايز ثمن البخور لإن البخور غالي جدا نعم الشيخ بتقوله عامل كامل بخور قال لي يعني هو كان بيقول لنا عامل 150 ألف بس الحمد لله ما دفع ناشا لحوالي 60 ألف بعد يعني ما الراجل خفض لنا بتقوله ليه قال لأصل جايبه من المغرب العرب حبيبي في المغرب زمانهم بيضحكوا دلوقتي أنا عارف إنه جايبه من عند بيوم العطار أصل إيه البخور اللي ب75 ألف ده ولا ب76 ألف يا راجل ده إحنا ما بنيجي واحد ولا حاجة نقوله تبتمن المواصلات والحاجة ولا نغالي يبو زعلنين خفضوا دفعتوا قالوا دفعنا ومن أنا ما جيت لكم أصلا راجل اللي معايا بتحايل عليكم عشان تدولوا أجل المواصلات نفسها سبحان الله وهل برئتم؟ قال لك ما برئناش هل طلع لكم الحاجات اللي هي الحاجات الجميلة؟ ولا طلعت ومن رح فين؟ خد البخور وطار أسأل الله العفو والعافي ومن ضمن الأسباب حب الشهرة الناس دي بتدور على الشهرة تبسط لايه قاعد لك في البرامج وأنا بطلع وأنا اللي بعمل وبعدين خلي بالك على الغرفة دي حارس واللي تعرف الفراعنة كانوا عفريت فهو دي عفريت والله لو قادر تطلع لك تطلعت لنفسك حسبنا الله نعمل وكيل فيك وفي عفريتك وفي الختام لكم مني أحلى السلام يا رب تنتهي ظاهرة المشعودين بعد برنامج وتحسبونه هينا السلام عليكم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم